فكر فيه تفطير الصائم المتعفف في بيته في بيته بيعمل خريطة كده في رأسه إذا كان الشارع أو الحي أو المدينة أو القرية أو إلى آخره حتى لو المشاركة مع آخرين وتبتدي بقى قوافل الإكرام مش هنسميها صدقات والزكوات وإن كانت تصح من الصدقات والزكوات ولكن بنقول إكرام المسلم أي برضو بغتنم برنامجك المبارك إحنا لسه ضد موائد الرحمن لكن أنا أريد إطعام وإكرام المسلم في بيته في مكانه وكمان علشان الظروف اللي إحنا بيه لا والنساء يعني حتى في الريف والبوادي والدلتة والصعيد والوحات والبادية إلى آخره يعني المرأة طب ما بتخرجش هتخرج تكون عيب عندنا دعيب أنا رجل فاق فلاح مش ممكن أتخرج تأكل في موائد الرحمن أيوه لأنه قلل منه آه علشان بقيت الشهر آه ماشي إنما أنا أريد نضع مثلا دجاجة طازجة كيلول ربع أو كيلول لحم طازج آه وخضار الموسم وقطعة من العجوة أو التمر آه وفكهة الموسم وكسر الز وعيش آه علشان بقيت الواقبة من تكمل آيه آه هيتبخه آه أنا عايز أن يطبخه شوفي بقى ربنا يا سيدة عشان ما خدش وقتك آيه إما قال لربنا في صورة الإنسان إخبارا عن كبار آل بيت رسول الله سيدة نساء المسلمين سيدتي ومولاتي السيدة فاطمة الزهراء بنت أم المؤمنين الكبرى ستنا خديجة عليه رضوان الله طبعا هي ستنا فاطمة بنت حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحب البنات إليه أو أحب الأولاد إليه زوجة الإمام علي رضي الله عنه كان من السابقين يعني شوفي ولو أن الحق ده مغموط للأسف آه صلى وراء النبي صلى في بداية البعثة ثلاثة صلى وراءه السيدة خديجة والإمام علي وزيد بن حارسة سبحان الله المهمة حضرتك أم ربنا يقص علينا إباءه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة إلى آخر من تعرف الجزاء الأوفر في صورة الإنسان أنا أريد بقى أن ما تبزلين جهدك أسأل الله أن يعجورك عليه وأن يثيبك ويديمك فيه هو الصوت الزهبي وتشقيع النشاء في حفظ القرآن الكريم وسترين أصل ذلك في الدنيا والآخرة بالخير لك ولزريتك وأولادك إن شاء الله